هل تتفق مع من يرى بأن حراك الصدريين بمده وجزره يمثل في المرحلة أو الحالة التي تعيشها البلاد فرصة تاريخية لطرح الحلول والحلولة دون انهيار أي نظام سياسي مقبل إذن؟ هل تتفق مع هكذا طرح؟ أستاذ حلق، السيد الصدر قالها بصراحة استثمروا وجودي ما دمتم موجودا استثمروا بوجودي للأصلاح وأنا معكم أنطوني رؤية أنطوني منهج قابل للتطبيق وأنا معكم السيد الصدر واضح جدا اليوم في طرحة طرحة اليوم السيد الصدر في كل تغريداته هو بأنه يجب أن يكون تغييرا ملموسا في مجمل العملية السياسية هذه العملية التي أصبحت ما عادت باتجاه واحد لم تأتي بأكلها أبسط أمور ما حلتها، الخدمات تتراكم اليوم واليوم البطالة في أسوأ حالاتها وأصعبها اليوم الفقر في أوجه، اليوم الخدمات معقولة إحنا عدنا 400 مليون دونم وما عدنا زراعة معقولة عدنا 20 ألف مصنع وما عدنا صناعة اليوم نتكلم على إحنا استغربت من الرقم نستورد تقريبا 27 مليار دولار سنويا منتجات نفطية ولو تعرفين إش قد كلفة المصفة ما يكلف 3.5 إلى 4 مليار دولار هذه كارثة كبرى لذلك وجب أن تكون عقلية اقتصادية سياسية أمنية حاضرة في المشهد المقبل وأن تتحمل الأعباء الحقيقية على الحكومة إذا نجحت فلتكافئ ولا فشلت فيقول أن حكومة فاشلة ويجب أن نعود إلى السياق القديم طيب ارتفاع سقف المطالب من قبل الجانبين سواء تيار صدري أم الإطار التنسيقي هناك من يرى أنه لا يخدم أحدا في العراق وإنما يخدم المتربصين بالشأن العراقي هل هذا صحيح؟ طبعا استاذ سعد الرجوع خطوة للوراء أفضل من التقدم إلى خطوات للأمامية غير محسوبة نعم أتشاطر معك بالرأي يجب أن تكون هناك عقلانية في الإدارة يجب أن يكون تنازل من الكل يجب أن يكون قبولا من الكل في فهم الآخر وإلا ما ممكن اليوم فرض الإرادة من جهة واحدة على الكل هذا صعب جدا وما ممكن أن نغير عملية سياسية برمتها إن لم يكن هناك يشرك الجانب الكردي الجانب السني في طاولة حوار هذه الطاولة تكون قبل الحوار يكون مبادئة بفتح كل المشكلات الحقيقة ونكون حوارا هذا الحوار أن يفضي بنتائج حقيقية قبل أي مبادرات نحن تدري 12 مبادره لحد الآن لا يوجد نتائج لأنه لا يوجد ثقة ما بين المتشاركين ما بين الأقطاب السياسية التي تحكم والتي لذلك وصلنا إلى ما وصلنا إليه يجب أن تكون هناك مصارحة مع الكل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر